من نيويورك موفد بي بي سي عصام عكريماوي عصام هل هدأت حدة هذه التظاهرات وإلى أين يمكن أن تقود وكيف تتعامل الشرطة معها الحمدان هذه التظاهرات كما ذكرت الشاملة تعدت مدن أمريكية من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي هنا في نيويورك تجمع ربما حوالي 2000 شخص واتجهوا في مسيرة من مكان ليس بعيدا من هنا إلى برج ترمب الشهير في الجادة الخامسة حيث كانت هناك عداد كبيرة من رجال الشرطة في المكان وقامت نوع من الجدار العازل بين المتظاهرين والمبنى بشكل عام المظاهرة كانت سلمية لم تتخللها أي أعمال عنف كانت هناك شعارات ضد دونالد ترمب وسياساته ومواقفه حيال المهاجرين والنساء والمثليين لكن التظاهر كانت بشكل عام بجو سلمي وبجو هادئ من المتوقع أن تكون هناك مظاهرة أخرى بعد الساعات من الآن في ميدان قريب من المكان الذي نقف فيه وهو أمام المحطة المركزية الكبيرة في منهاتن سنذهب إلى هناك في وقت لاحق لنتابع أحداث هذه التظاهرة أو هذا التجمع بعض الناس الذين كانوا في تظاهرة أمس أقبلون أنهم يأملون أن تلقى هذه التظاهرات زخماً في المدن الأمريكية وأن تصبح حدثاً ليلياً للتعبير عن رفضهم أن يكون دونالد ترمب رئيساً له طيب إلى متى يمكن لهذه التظاهرات أن تستمر والشرطة أن تسمح بذلك كما تعلم في أمريكا مثل غيرها من الدول الغربية حق التظاهرة وحق مكفول للمواطنين يقفلوا الدستور بشرط أن تتم بشكل منظم وهادئ وأن لا يقوم المشاركين فيها بإطلاف الممتركات العامة أو القيام بأعمال عنف لا ندري إذا كان فعلاً ستحدث هذه المظاهرات مرة أخرى هذه الليلة ولكن كما قيل لنا أن هناك تحرك في أوساط الشباب مثلاً في أوساط الأقليات والنساء الأشخاص الذين يخشون على مستقبل هذه البلاد من إدارة الرئيس ترمب أو رئيس المنتخب ترمب تماماً ورئيس المنتخب ترمب هو في طريقي الآن إلى واسنطن للقاء الرئيس أوباما في البيت الأبيض ما الذي عادة يدور في هذا اللقاء الأول بين الرئيس الحالي ورئيس المنتخب؟ هو طبعاً لقاء بروتوكولي بحث بحيث درجة العادة أو التقليد هنا في الولايات المتحدة أن يوجه الرئيس الحالي الرئيس الذي هو موجود في الحكم مع الدعوة إلى الرئيس المنتخب للبيت الأبيض للتشاور حول المرحلة الانتقالية كما تعلم هناك يفصلنا حوالي شهرين عن عملية تسليم السلطة إلى ترمب في شهر كنون ثاني يناير المقبل خلال هذه الفترة ستقوم الإدارة الحالية بنقل أو إعلام الإدارة الجديدة لأن ترمب عندما يصل إلى البيت الأبيض سيكون معه طاقمه الإداري أو المساعد لذلك ستكون هناك عملية من تسليم السلطة من الفريق الحالي إلى الفريق الجديد هذه تأخذ وقتاً طويلاً أيضاً كلام أوباما أمس أترف فيه بما حصل أقر بأنه يوجد خلافات بينه وبين ترمب وكان ذلك جلياً خلال العمل الانتخابية لكنه حرص على التأكيد على أن مصلحة البلاد هي فوق أي اعتبار آخر وأن هناك التزام كامل بأحكام الدستور وعرب عن أمله في أن يتم هناك انتقال سلس ومنظم للسلطة من نيويورك موفد بي بي سي عصامة كريماوي شكراً جزيلاً لكم